مرحبا، اليوم نحن نحكي عن نوفا سكوشا مثل ما أعلننا على التيك توك عن موضوع الهجرة لكندا بأقل الشروط وبأسهل الشروط حاليا أول شيء نحن نحكي بأول شرطي هو يكون العمر بين الـ 21 و 55 سنة يعني المتقدم للمهن اللي نحن نحكي عنه بعد شوي لازم يكون عمره بين الـ 21 سنة للـ 55 سنة ثاني شيء لازم يكون هذا الشخص عنده خبرة بالعمل تابعه أقل شيء سنة يعني سنة واحدة بالخبرة تابعه بالعمل تابعه والمهنة تابعه اللي حن نذكرها هلأ يكون عنده فقط سنة أو يجيب رسالة من صاحب العمل تابعه أو إذا كان عم يعمل بزنس من البزنس نفسه تابعه لأنه تعتبر الشركة هي شيء منفصل ويعتبر أنه هو صاحب عمل بيقدر من شركته نفسها يكتب أنه هو عنده خبرة سنة أو سنتين أو ثلاثة إذا كان عنده سجل تجاري أو مؤسسة أو أي شركة نظامية بيقدر يعمل له هذه الرسالة إذا كان يشتغل عند حد بيطلب منه هذه الرسالة الخبرة وطبعا لازم تكون باللغة الإنجليزية فهلأ حكينا أنه العمر من 21 إلى 55 سنة وعن الخبرة يكون فقط سنة واحدة أما بالنسبة للتدريب اللي عندك يا أو المهارات كلها للعمل اللي عندك يا أنت أو هو المطلوب حاليا لازم يكون عندك التدريب يعني أنت فيك تذكر برسالة هذه الخبرة أنه أنا عندي التدريب المناسب تلقيت التدريب المناسب وعندي المهارات المناسبة اللي بتناسب هذا العمل بأي حالي مثلا العمل يحتاج أنه تطوير العمل يحتاج أنه ماركتنج تسويق العمل واجه نوع من المشاكل وانت قدرت تحل هذه المشكلة مع خدمة الزبائنة أو أي شيء فأنا عم بعطيكم فكرة لحتى تقدروا تساووا هذه الرسالة أو رسالة الخبرة أو فيكم بتشوفوا المواقع اللي حتركوا إياها بصندوق الوصف تتواصلوا مع أي حد تعطوه فكرة عن الوضع تبعكم وهو بيعملكم إياها بطريقة professional وبيطبع لكم إياها وبيرجع بيرسلكم إياها على الإيميل فهيك حكينا عن أول ثلاث شروط الشرط الرابع يكون عندك تكون من هذه المهن اللي اللي حق أذكرها أول شيء عمال المطاعم يعني إذا كنت أنت بتعرف تقدم أكل اللي هي الويترز والويترسز القراسين أو الشباب والبنات طبعا اللي بيقدموا الأكل اللي بيقدموا الشرب طبعا بالمطاعم اللي بيوقفوا وراء الفود كاونترز اللي بيوقفوا وراء الفود كاونتر بيقدموا الأكل اللي بيشتغلوا بالمطابخ أي شيء اللي هنه غسيل الأطباق أو أي شيء متعلق بالكيتشن حتى لو كان شيف هذا كله كيتشن كله هذا مطبخ أي شيء متصل بهذه المهارات يعني أي شيء متعلق بالأكل متعلق بالشرب متعلق بالمطابخ بأمور المطاعم هادي مطلوبة ومذكور النوق طبعا اللي هو رمز المهنة اللي هو ستة سبعة واحد واحد وكمان في رمز مهنة تاني هو نفسه للأكل ومثلا المشروبات الباردة اللي هي ستة خمسة واحد ثلاثة هادي الاثنين المطلوبين مننتقل هلأ للمهنة اللي بعدها المهنة اللي بعدها هي المعدات الثقيلة كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمعدات الثقيلة يعني الكتربلر البوب كات وهدول كلهم تبعات العمار هدول مطلوبين من عادة الشخص اللي بيشتغل بالكرين يعني هادي الكرين الكبيرة هادي حاليا ما مطلوبة كل شيء متعلق بالعمار مطلوب معادة الشخص اللي بيشتغل على الكرين هادي حاليا ما مطلوبة فالأشخاص الذين يشغلون الماكينات الكبيرة أو الثقيلة متعلقة بالبناء هذين مطلوبين كمان مقاولات البناء حتى المساعدين بمقاولات البناء مطلوبين يعني هذون العمال البسيطين كمان مطلوبين مننتقل لبعضهم حتى يشتغلوا بالتنظيف مطلوبين فما أنا بوجهة نظري الشخصية أي شخص يقدر يقدم على هذه الوظائف ويقدر يجب رسالة خبرة من شخص كان يشتغل عنده أو عنده خبرة بهذا الموضوع أو إذا كان عنده شركة شركته نفسها تأصدر هذه رسالة الخبرة وتقدر توقعها وتختمها من شركك لأنه تعتبر هي شخص منفصل وإنت حتى لو كنت أنت بتديرها هذه الشركة وأخر ماهن المعنى لليوم هي النيرس الممرضين والممرضات وأي شيء متعلق بخدمات المرضى أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يشتغلوا أبدا بالتنظيف أو بالفود أو بموضوع المطاعم بيقدروا أنه يعملوا رسالة ويقدموا لأنه بعتقد معظم الناس بالوطن العربي أو بأي دولة مروا بهذه المرحلة واشتغلوا من زمان بأي مطاعم أو أي تنظيف فما تحتاج هذه الخبرة الكبيرة فإذا كان يطبع عليك الشروط عندك خبرة عندك هذه رسالة الخبرة اللي حكينا عنها والعمر ويكون عندك هاي سكول لازم يكون عندك شهادة ثانوية أو شهادة باكالوريا حسب كل دولة أو أي شيء بيعادلها بدولتك بيعادل هذه المستوى لازم تقدمها وتكون مترجمة طبعا للغة الإنجليزية هلأ مننتهي للشرط الثاني اللي هو موضوع اللغة موضوع اللغة ما مطلوب خمسة يعني حتى المستوى الخمسة اللي هو جدا متدني ما مطلوب مطلوب على الموقع الرسمي مستوى أربعة بالفرنسي أو الإنجليزي يعني جدا منخفض بثلاثة شهور دورة مكثفة فيك تحصل على هذا المستوى فإذا أنت عم تتواجه صعوبات فيك أنك تعمل دورة مكثفة حتى أونلاين إذا ما عندك أي فلوس وبعدين تقدر تقدم الفحص فقط تدفع رسوم الفحص وتقدمه وهلأ حاليا بنصل لقبل آخر طلبي اللي هو يكون عندك قدرة مالية ما حدا يخاف ما موضوع ترجي أنك ملايين عندك ولا أي شيء وحتى ما مطلوب المبلغ فما عليك أنت إلا يكون عندك حساب شخصي أو حساب شركة أو حساب عن طريق أهلك وتنضافه عليه أنت كجونت أكاونت أو حساب لأي شخص بيقربك أو صديق لك ويحطك أنه هو حيصرف عليك خلال وجودك في هذا البلد ويعمل رسالة طبعا وبصورة الحساب البنك ومترجم للغة الإنجليزية موقعة من البنك ومنه طبعا ويقدمها فما مطلوب مبلغ معين ولكن مطلوب مبلغ ترجيهم أنه أنت قادر على أنك تستقر يعني نوفا سكوشا يعني معناتها أنك تستقر شو معناتها أنك فيك تحسب آجار الشهر مثلا الآجار البيت المصاريف للترانسبرتيشن المواصلات كلها يتحسبها بطريقة عقلانية أو تعملها طريقة حسابية وتقدمها أو تحط فقط مثلا 10,000 دولار أنه أنت أول سنة عندك المبلغ الكافي أنك تستقر في 10,020 دولار مثلا يعني وبعدين لما أنت تشتغل في تصرف من شغلك يعني يعرفون أنه أنت جاي على الشغل فلما تحتاج هذا المبلغ الكبير ولكن ما بيمنع أنك تحاول تعمل هيك حساب يكون فيه شوية مبلغ بيكون كتير أوكي وهلأ مننتقل لآخر شرط وهو يكون عندك عرض عمل عرض عمل لهذه الوظائف اللي أعطركم بصندوق الوصف مواقع معتمدة من مقاطعة نوفا سكوشا وفيكم فقط تدخلوا وتحطوا مثلا وتحطوا مثلا يعني مساعدين اللي بيشتغلوا بالأكل بحطوا لكم أنا بصندوق الوصف شو تحطوا بالشرح أو بالبحث بهذه المواقع فقط دوروا بيطلع لكم شركات وحملوا السيفي تبعكم أو السيرة الشخصية فقط وارسلوها لهذه الشركات لكن لا ترسلوا أكتر من مرة لنفس الشركة تنصح أنه تحاولوا أنكم تتواصلوا مع شركات تانية تواصلوا كل شهر مع عشر شركات أو خمس شركات وانتظروا شو بيصير في رات بعدين الشهر اللي بعده هعملوا هيك حتى ما يصير عندكم تشويش وحتى ما الشركة تستقبل منكم عدة أبليكيشينات وترفضهم كاملين بالإضافة لهذا كله اللي أحضركم بصندوق الوصف إيميل الهجرة نعم إيميل الهجرة الرسمي لحتى تواصلوا مع ضباط الهجرة ولكن بحب نوه أنه لا تواصلوا معهم إلا إذا كان في سؤال واحد أو سؤالين اللي هنجد محتاجين مساعدة لا تسألهم كيف بدك تقدم لا تسألهم أي معلومات اللي هي مثلا أنه أنا مثلا فيني أجي أنا من هذه الدولة لأنه مسموح لكل الجنسيات فأي سؤال بيكون بهذه الطريقة أو بطريقة عشوائية ما حيردوا وإذا بترسل عدة مرات ممكن يعملو لك حظر أو أي شيء فأنت بغنى عن هذه الأمور هذا الإيميل لحتى تتواصل معهم للأسئلة مثلا السيريس مثلا أنت عندك عرض عمل وأنت مثلا ما تتأكد من هذا العرض العمل فيك تتواصل معهم مثلا أنت حتى تقدم الطلب وعندك عن جد مشكلة بالويب سايت أو ما عم يستقبل طلبك لأي سبب تقني أو أي شيء يعني سيريس برابلم يكون فيه عن جد في مشكلة تتواصل معهم لأن أترككم يوم للطوارئ لأي مشكلة فيكم ترسلونهم إيميل لمرة واحدة فقط وخلينا نروح على جوجل لأرجوكم كيف تفوتوا على الموقع الرسمي منحط نوفا سكوشا اللي هي المقاطعة الموجودة بشرق كندا حكينا عنها بيوتهاد كتير سابقة ونكتب نوفا سكوشا اميغريشن وبيطلع عنا نوفا سكوشا أول شيء منضغط عليه ومنروح على اميغريت هنا ومنختار الاختيبات تمام هذه الشروط اللي حكينا عنها وحاليا مندخل على اميغريت اميغريت ومندخل على نوفا سكوشا نومني هلأ هاد التاني اللي يعني اليسار الاتلانتك اميغريشن هاد للأميغريشن يعني لأصحاب العمل بيدخلوا اميغريت وبيقدروا يختاروا الناس أو يوظفوا الناس اللي بدن يحبوا يجوا عن نوفا سكوشا فما لدينا علاقة فيه لحنا نروح على التاني تماما اللي هو نوفا سكوشا نومني ومندخل على اميغريت بيطلع لدينا الصفحة هلأ انه تقريبا ما بدنا ستين منت أو ساعة لنعبي الابيكيشن كامل ونقدمه فلحنا نروح على اميغريت ومنضغط على اميغريت لانه لحنا ما عنا حساب كيف ندخل وما عنا اسم مستخدم لازم يكون عنا نعمل حساب وهذه الشروط والاحكام اللي حنقلها continue حنقلها متابعة وحنحط الاميل اللي صاويناه اللي هو اميل عشوائي ومنرجع ونعيد الاميل اللي هو confirm ومنقل لو التالي هلأ منختار اسم مستخدم اي شيء يكون services أو اسمك الأول واسمك الأخير خليكم نفس الاميل حتى ما نضيع ويكون عنا اول اسم مثلا sam والاسم الاسم الوسط الاسم هو الاسم الاب احيانا بيجي بالدول العربية وعنا الاسم 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 ومنختار continue بعدين المتابعة ونعمل password تحاول الاسم انه تكون حرف كبير وباقي الاحرف صغيرة وتحط رقم عية رقم بعدين log continue متابعة لانه هي اصيرة كتير فحنحاول نحط شيء طويل password طويل حتى يقبل السystem ومنضغط على continue هاي الاسم تتذكروا هي موجودة لحتى اذا ضع منك password يسألك اهم واحد يسألك اهم حتى يتأكدوا انه انت صاحب الحساب شو كان لقبك لما كنت صغير وحط اي شيء او اختار اي سؤال اخر مثلا سام شو كان شو كان اعز اصدقائك على انو شارك اعز اصدقائك بال هاي سكول عايش يعني بالمدرسة الاعدادية او الثانوية شو اسم اعز الصديق بالنسبة لك اي شيء مثلا ويليام السؤال فيك شو كان رقمك لما كانت صغير او رقمك المفضل خلال نقول 88 مثلا و create account 88 ما عطانا لانو اصير فنحط مثلا 30 كتابة ونعطي continue وخلاص عطانا career account حاليا هلأ وصل confirmation code يعني يبعتون لك code على email هاي email مثل ما لكم شايفين Nova Scotia وهي العالم تابعة المقاطعة ناخد code ونعمله نسخ لصق ونروح على continue بتقول له أنا موافق ونعم تواصلوا معي حاليا حاليا عم يسألك على أي stream بدك تقدم لحنا occupation and demand تمام ينه في عندك حكينا فيديوهات سابقة على physicians يلي هن الأطباء وفي نوفا سكوشا لحنا حاليا ما عم نحكي عنه وفي الأشخاص يلي درسوا في نوفا سكوشا وتخرجوا كمان هذا كتير منيح هنحكي عنه في وحاليا معلوماتك الشخصية اسمك مثل مكتوب بجواز السفر وكنيتك جواز سفرك أو السفر الموجود عندك طبعا لازم يكون صالح للسفر وعنوانك هو العنوان تبعك بالكامل وين عايش هلا أو بأي بلد مقيم ويكون عندك إقامة نظامية الستارس تبعك إذا أنت متزوج أو أعزب طبعا مع أسماء زوجتك وأطفالك معلومات عن عائلتك كل واحد اسمه رقم جواز سفره الابليكيشن هستوري إذا كنت أنت مقدم من قبل اذا كان عندك مستوى لغة بالفرنسي أو بالانجليزي أربعة وما فوق مثل ما حكينا وكمان كنكشنز لكندا شو يعني كنكشنز تعتمد على الأصدقاء وفي مقاطعات تعتمد على الأهل مثلا ماناتوبا إذا كان عندك صديق بماناتوبا هذا جدا يفيدك مننتقل لهذا الشيء الثاني هو أقل شيء الثانوية أو البكالوريا عطي معلومات وين لح تشتغل بنوفا سكوش طبعا إذا كان عندك العرض العمل طبعا وين درست وين اشتغلت بيكون عندك هذا كله مكتوب على piece of paper على ورقة ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 حاليا بدك تعطي معلومات وين بدك تعيش بنوفا سكوش هلا هي الـ أو العاصمة اسمها هاليفاكس ولكن فيك تشتغل وتدرس بخارجة اذا كنت حابب طبعا تجي تدرس ولكن بنحكي عن العامة اذا تجي تشتغل هاي شو الخطط تبعتك بتشرح الخطط تبعك information على انه شو الاموال اللي عندك ياها انت انت حتكون محضر حساب البنك اللي حكينا عنه او شو خططك فيك تشرحها برسالة دائما فينا نعمل هذه الرسالة رسالة الشرح ونقدمها معلومات عامة اللي حكينا عنها بكتير فيديوهات اللي هي اذا كنت مرتكب جريمة من تمي لأي منظمة كنت بالجيش عملت شهدت اي حالات تعذيب لازم هاتت تذكره لكل الناس بغض النظر عن الجنسية حتى مش مخصوص بالدول العربية لكل دول العالم بعدين بتوقع application و sign declaration وبتقدم المستندات يلي بتدعم كلامك عم تحكي عن حساب البنك قدم حساب البنك حكيت عن شهادة اللغة قدم شهادة اللغة حكيت عن عرض العمل قدم عرض العمل متزوج قدم شهادة الزواج هذا كل شي حاليا انا هذكركم انه لازم اول شي تعملوه تحصلوا على عرض عمل انا هترككم كيف تكتبوا بحث عن عرض العمل بهالمواقع وبعد ما تحصلوا على عرض عمل فيكم حتى تتواصلوا معا ترسلونا ايميل بعد الأصول على عرض عمل لنتأكد منه ونعطيكم القايد او ترجعوا لهذا الفيديو تشوفوا كيف تقدموا اونلاين وبتكون اموركم جدا ممتازة اذا كان عندكم اي تعليق فيكم تكون مكان التعليقات اي سؤال فيكم ترسلونا ايميل ومنحاول انساعد جميع شكرا كتير وطابعوكم اشتركوا في القناة